السلام عليكم حبيبات اليوم بدي اقولكو اكبر كذبة في العيد بس اشتركوا في قناتي وصلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد طبعا اكبر كذبة في العيد هي عن مدة تنظيف الكرشة واش استخدمت للكرشة اللي بيقولك عشر دقائق في تنظيف عشرة كيلو كرشة طبعا هذا مش كذاب سادق هذا ما الوصف زي القصف واللي بيقولك خمس دقائق طب انا قلت هابرة تدابرة ثلاث مرات سبحان الله لقيتها تنظفت لحالها يختي الوقت مش فارقة معي طب واللي بيقولي بسلكة الجيل والله جربتها وما زبطت يختي كله يهون عنده بريحة كرشة بدون ريحة كبيرة هاي افحصي يختي كرونة عندك مشكلة في الشم والله لو كصرت قنيت عطرة مركزة لضر ريحة الكرشة وامسر ماما هادف تنظيف الكرشة يختي امك هادا تكسر ليش بتفشي سر رمك سرعة البرق يختي طب قول سرعة الطيارة مش سرعة البرق اما صرت تقشير الكرشة هاي مش عارفة اذا قشروها بماسك الفحم ولا بماسك الذهب بس حساها فبركة صور للكرشة يختي جربت كربونات الصوديوم والالمونيوم والمغنيسيوم والبكين بودر والخل والحمد لامون والشيد والغسل كله كله كذب من الاخر اسهل طريقة انا بقولك اياها سهلة ومريحة الاخر ياخت شرية العبد ولا ترباته ياب تشتريها منظف وجاهزة ياب توديها لاصحاب الخبرة وهم عملوا فيها وينظفوا لك اياها واللي بتقولي نص ساعة نظفتها كلها هاي واحدة من التنتين يا اما كذابة يا اما كذابة كرشة تحجل ياختي هاي مش لعبة اقل اشي بدك ست ساعات متواصل ياختي مش نص ساعة يلا يوم وماش هينذكر مين عاد يا رب صحة وعافية يا رب يلا انتظرونا في فيديو جديد واشتركوا في قناتي وقلولي في التعليقات كيف نظفت الكرشة واشتركوا في قناتي وقداش اخذت وقت منك كرشة اخذت وقت منك وفي امان الله